السلام عليكم, شلوكم و شغباركم إن شاء الله الكل تكونوا بخير و بصحة و بسلامة وياكم إيمام قناة إيمي في فن الكروشي اليوم بالفيديو الثاني من سلسلة تخلص من القيوط الزائدة وبهاي الفيديو أيضا رح نشتغل مدالية صغيرة حلوة و سهلة رح نشتغل هاي الجزر الجميلة, شوفوا كلش حلوة الباترون مالتا نقدر نخليلها ويا الألعاب الأرانب اللي إحنا مشتغليها أو نقدر نخليلها مدالية أو عندي فكرة ثانية أيضا نقدر نخليلها مغناطيس من الخلف و نثبتها على الثلاجة أي يعني البرات فهذه شي يرجع لكم اليوم أنا رح أشتغل هاي الجزر وياكم وأكيد نحن أشتغلها من بواقع القيوط الزائدة حتى نتخلص من هاي القيوط شوفوا عدي لون أخضر كمية جدا قليلة حتى أشتغل هاي أوراق الجزر مالتها واللون البرتقالي عندي كمية حلوة حتى نقدر نشتغل الجزر لكن الجزر أيضا تاخذ كمية قليلة من الخيط ما تاخذ خيطة هواية تمام نستخدم السنان رقم ثلاثة وخلاص هاي كل الشغلات راح نحتاجها أكيد راح نحتاج قطن هبينة فهسا نبتدي بشغل مباشرة أول شي راح نجيب خيط لون البرتقالي ونسوي دائرة السحرية بسم الله تمام وبداخل هاي الدائرة السحرية راح أشتغل ست قراص حشو واحد اثنين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تمام ألزم خيط البداية وأسحبها إلى أن تقفل أندي دائرة تماما أخر هذول حتى تكون ماضحة من دانا تمام أجي على أول قرزة حشو سويت أسحب الخيط واشتغل مباشرة غرزة حشو بدون ما نسوي منزليقة نجيب علامة حتى ما نخربط بعضة الغرز ونخلي العلامة على الحشو اللي هسا سويناها تمام؟ كمينات سطرة الأول سطرة الأول بداخل دائرة سحرية عندي ستة غرز حشو هذن مباشرة ندخلنا into the next وبالسطرة ثانية سنشتغل سنشتغل تزايد فوق كل غرزة حشو يعني هنم سبيع غرزة حشو سأضيف عليها بعد حشو ستتكون التزايد عندي ستغل ستة غرز حشو سأشتغل ستتزايدات عليها يعني فوق كل غرزة حشو سأشتغل تزايد في نفس المكان. هاي باترون الدائرة دائما هي اول شي ست حشو وراها تزايد وهكذا. وصلت لانخر قرزة ايضا اشتغل حشوتين في نفس المكان. وكملت بناء سطر الثاني. وحاليا اندي اثناعش قرزة حشو. اواخر العلامة. ونروح الى سطر الثالث. وبسطر الثالث نشتغل قرزة حشو فردية. ونرجع العلامة. تمام? غرزة لبعدها راح نشتغل تزايد. حشوتين في نفس المكان. اوكي? وهكذا الى نهاية السطر للعلامة نشتغل حشو زائد تزايد. كملت بنات حشو زائد تزايد. وحاليا عندي ثمانطاعش غرزة حشو. اواخر العلامة. وراح اشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. على كل غرزة حشو نشتغل غرزة حشو واحدة بس. وعدد الغرز اثمانطاعش غرزة حشو. كمل السطر من الحشوات الثابتة. هسه اواخر العلامة. وبهاي السطر راح نشتغل غرزتين حشو فردية. شوفوا. هاي اول حشو فردي. غرزة اللي بعدها ايضا فردي. في غرزة ثالثة راح نعمل تزايد. حشوتين في نفس المكان. اوكي? وهكذا الى العلامة. حشوتين زائد التزايد. كملت بنات حشوتين زائد التزايد. وحاليا عندي 24 غرزة حشو. ناخر العلامة. وراح نشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة. وعدد الغرز 24 غرزة حشو. اكملها وارجع لكم. حشوات ثابتة الى النهاية. كمل السطر واحد من الحشوات الثابتة. هسه ناخر العلامة. وبهاي سطر راح نشتغل ثلاث حشوات فردية. نرجع العلامة. هاي اول غرزة. اثنين. ثلاثة. ثلاثة. ثلاث حشوات فردية. وراها نشتغل تزايد. حشوتين في نفس المكان. الى نهاية السطر. ثلاث حشوات زائد. كملت بنات ثلاث حشوات زائد تزايد. وحاليا عندي ثلاثين غرزة حشو. او اخر العلامة. وراح اشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة. بدون تزايد وبدون تناقص. وعدد الغرز ثلاثين غرزة حشو. حزبوها بنات وتأكدوا من الحساب دائما. لان العدد كلش مهم. انا اكمل هاي ثلاثين غرزة حشو. سطر واحد من الحشوات الثابتة. ارجع لكم. كملت بنا سطر واحد من الحشوات الثابتة. هسا اوقر العلامة. وراح اشتغل اربع حشوات. ارجع العلامة. اربع حشوات ثابتة. هاي واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. اشتغلت اربع حشوات ثابتة. في غرزة الخامسة. راح اشتغل تزايد. عشوتين في نفس كان. والى نهاية سطر. للعلامة. اربع حشوات زائد تزايد. كملت بنات اربع حشوات وزائد تزايد. وصلت الى العلامة. وحاليا عندي ستة وثلاثين غرزة حشو. اوخر العلامة. وراح اشتغل اربع سطور من الحشوات الثابتة. بدون تناقص. اوكي. فكل غرزة حشو. نشتغل غرزة حشو واحدة بس. بدون تزايد. وعدد الغرز. ستة وثلاثين غرزة حشو. انا اكمل اربع سطور. وارجع لكم. كملت بنات اربع سطور من الحشوات الثابتة. بدون تزايد وبدون تناقص. هسن اخر العلامة. وراح نشتغل اربع حشوات. ارجع العلامة. هاي اول حشو. اللي بعدها اثنين. ثلاثة. اربع. اربع حشوات ثابتة. وراها نجي نشتغل تناقص. ناخذ حلقة من هاي الغرزة. وحلقة من الغرزة اللي بعدها. ونسحب الخيط ونطلع من اثنين. وراها نسحب الخيط ونطلع من اثنين. تمام? هاي التناقص المخفي. ونكملها الى نهاية السطر على هاي الشكل. شوفوا هاي هشوة الثالثة. وهاي الرابعة. وايضا اربع حشوات وراها تناقص. تمام? وإلى نهاية السطر على هاي الشكل. اربع حشوات زاء التناقص. اكملها وارجع لكم. كملت بنات اربع ثلاثة حشوات زاء التناقص. وحالينا الادة رجع الى ثلاثين خرزة حشو. من اخر العلمة. وهسا رح نشتغل ثلاث حشوات زاء التناقص. هاي واحد. خرزة اللي بعدها اثنين. وراها ثلاثة. ثلاث حشوات فردية. زاء التناقص المخفي. وإلى نهاية السطر على هاي الشكل. ثلاث حشوات زاء التناقص. وشوية شوية يبدي ينطقينا شكل الجزر. تمام? وهاي الجزر صارت عملاقة كلش شبيرة بمقارنة بجزر الاولى. كمل ثلاث حشوات زاء التناقص. وحالينا العدد رجع الى اربع وعشية غرزة حشو. واخر العلمة. ونشتغل. حشوتين زاء التناقص. رجع العلامة. هاي اول غرزة. حشو. وحشو البعدة اذن فرديان. وراها نشتغل. التناقص المخفي. وإلى نهاية السطر. حشوتين زاء التناقص. كملت حشوتين زاء التناقص. وحالينا العدد عندي ثمانطعش غرزة حشو. او اخر العلامة. هنا لازم اخلي بها قطن. لان خلص الدائرة راح تصغر وراها تصير صعبة. بهاي المرحلة نخلي بها قطن كل جزين. بعد ما خلين بها قطن بنات. هسا نرجع للشغل. وهنا نأخر العلامة. وراح اشتغل حشو واحد ثابت. وراها نشتغل تناقص. تمام. حشو ثابتة. وغرزة اللي بعدها. راح نشتغل تناقص. تمام. إلى نهاية السطر. حشو زاء التناقص. انا اكملها وارجع لكم. كمالتها بنات حشو زاء التناقص. اذا حسيتوا يحتاج قطن. خلوا بهاي المرحلة قطن. لان خلص راح نقفل الدائرة. راح نسوي بهاي سطر ست تناقصات وربعة. شوفوا هذه اول تناقص. ارجع لعلامة حتى تكون واضحة للجميع. وهي تناقص الثاني. وربعة. تناقص الثالث. وهي تناقص الرابع. تناقص الخامس. وهي تناقص السادس. تمام. خلاص نو اخر العلامة. وهنا راح نقص الخيط. راح نقصها على مسافة مو جدا طويلة. ونسحبها. اوكي. راح اجيب اوبرة التنظيف. واريد اقفل هاي الدائرة تمامة. شوفوا الدائرة باقية. ست غرز الاخيرة. الحشو الاخيرة متبقية. راح اخذ هاي الحلقات الامامية فقط من الغرزة. من الداخل ومرة من الخارج. وكأنما خيط خياطات يدي. لكن فقط الحلقات الخارجية. تمام. وهاي اخر خرزة ايضا. شوفوا الدائرة مفتوحة. اول ما اسحبها تنقفل. اني دائرة. خلاص. راح اجي اثبت هاي الخيط. جول قطعة. احنا كملنا الجزر. هسا راح نشتغل الاوراق مالتا. تمام. هسا راح اجي اقص الخيط. ودائما المكان اللي نقص به خيط. شوفوا هاي طالع برا. راح ادخلها الجوا. بكل سهولة. شوفوا. هاي جزر مالتنا خلصت. وصارت املاقة شوفوا. مقارنة بالخيط هاي. فهيسا راح نشتغل هاي الاوراق الخضرة. على ما نشتغل الورقة الكبيرة شوفوا هاي. اللي عن بيها ثلاث اوراق. هاي الورقة الكبيرة. راح نشتغل دائرة السحرية. بسم الله. وبداخل هاي الدائرة السحرية. ست قرص حشو. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. اشتغلت ست قرص حشو. ألزم الخيط البداية اسحبها. الى ان تقفل اندي تماما. اجي على اول غرزة حشو. سويتها. اسحب الخيط ومباشرة اشتغل غرزة حشو. بدون ما نسوي منزليقة. اجيب العلامة وخليها حتى ما خربت بعدد الغرز. كملت في داخل دائرة السحرية اشتغلت ست قرص حشو. هسا وصلت الى سطرة ثانية. وبسطرة ثانية راح اشتغل تزايد فوق كل قرزات الحشو اللي عندي. يعني تزايدات بكل الحشوات. تمام. فكل قرزة حشو راح اشتغل غرزتين حشو. عندي ست قرص راح يصير الى اثناعش قرص حشو. تزايد على كل الحشوات. وصلت الى اخر قرزة اذا نشتغل بها تزايد. تماما. وحاليا عندي اثناعش قرزة حشو. اواخر العلامة. وراح اشتغل اربع سطور من الحشوات الثابتة. بدون تزايد وبدون تناقص. انا اكمل اشتغل اربع سطور فوق كل قرزة حشو. نشتغل قرزة حشو واحدة بس. وارجع لكم. كملت بنات اربع سطور من الحشوات الثابتة. هسا اواخر العلامة ماتي. وهنا بهاي سطر راح اشتغل غرزتين حشو فردية زائد تناقص. تمام. هاي اول حشو. وارزالي بعدها حشوة الثانية. حشوتين فردية. وراها نشتغل تناقص. تناقص المخفي. ايضا. واحد. اثنين. وراها تناقص. واحد. اثنين. وهي تناقص المخفي ايضا. تمام بنا. احنا سوينا حشوتين زائد تناقص. على ثلاث مرات. وحاليا عندي تسع غرز حشو. اواخر العلامة. وراح اشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة. بدون تزايد وبدون تناقص. وعدد الغرز تسع غرز حشو. كمل سطر من الحشوات الثابتة. هسا شوي اسحب الخيط. وهنا راح اجيب كوتن. واخلي بها كمية قليلة. بالمقص. راح اخلي بها. تقدروا تخلو بها هواي كوتن. اذا حبيتوها تكون جدا قوية. حتى الاوراق ما تكون مقلة. باترونها كلش سهل. حتى المبتدئات يقدرون يشتغلوها ان شاء الله. بكل سهولة. تمام حلقة كافي. هسا نرجع للشغل. وراح نشتغل الآخر سطر. هسا نخر العلامة. وراح اشتغل غرزة حشو فردية. تمام؟ وارجع العلامة. غرزة اللي بعدها راح نشتغل تناقص. تمام؟ ايضا حشو فردي زائد تناقص. تمام؟ حشو فردي زائد تناقص. ايضا حشو فردي زائد تناقص. سويناها على ثلاث مرات حشو زائد تناقص. وكملنا. نخر العلامة. مكان العلامة سوي منزليقة. ونرتفع السيس لمجرد الارتفاع. ونقص الخيط على مسافة جدا قصيرة. لان راح نثبتها بالمسدسة الصناقة. تمام؟ وهاي الخيط راح ادخلها الجوا. جوا الشغل. كملنا هاي اول واحدة. هاي الكبيرة. هسا راح نشتغل هاي الصغار. هاي الصغار نفس الباترول. ايضا راح نسوي دائرة سحرية. تمام؟. بداخل دائرة سحرية اشتغل ست قرس حشو. هاي واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. عندي ست قرس حشو داخل الدائرة السحرية. الازم خيط البداية واسحبها. انقفلت عندي الدائرة. اجي على اول قرزة حشو. مباشرة. اسحب الخيط واشتغل قرزة حشو. بدون ما نسوي منزليقة. وبهاي الحركة احنا مباشرة دخلنا الى سطر الثاني. وفي سطر الثاني ايضا راح نشتغل تزايد على كل قرزة حشو. تمام؟ تزايدات الى النهاية. راح نشتغل حشوتين في نفس المكان على كل قرزة. الى نهاية السطر. وهي اخر قرزة. ايضا تزايد. تمام بنات؟ وحاليا عندي اثناش قرزة حشو. اوخر العلامة. ورح اشتغل سطرين فقط من الحشوات الثابتة. بدون تزايد وبدون تناقص. هاي الكبيرة اشتغلنا اربع سطور من الحشوات الثابتة. هاي الصغيرة راح نشتغل سطرين من الحشوات ثابتة. اوكي. فاني اكمل سطرين وعدد الغرزة اثناش قرزة حشو. وارجع لكم. كملت بنات سطرين من الحشوات الثابتة. هسا ناخر العلامة. وهنا بنات راح نشتغل حشوتين. ارجع العلامة. هاي اول غرزة حشو. غرزة بعدها ايضا حشو فردية. وراها نشتغل تناقص. طبع. وانا نهاية السطر على هاي الشكل. حشوتين. اي واحد. اثنين. زاء التناقص. على ثلاث مرات نسويها. عمنا. واحد. اثنين. حشوتين فردية. زاء التناقص. وصلنا إلى العلامة. وحاليا عندي تسع غرز حشو. او اخر العلامة. وراح اشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة. بدون تزايد. وبدون تناقص. اكمل السطر واحد. وارجع لكم. اكمل السطر واحد من الحشوات الثابتة. هسا اوخر العلامة. وهنا انا بنات شوي اسحب الخيط. ولازم بهاي المرحلة اخلي بها قطن. مثل القطعة الاولى. خلت بها قطن كل جزء. وهسا راح نرجع للشغل. انا بنات راح اشتغل الحشو. زاء التناقص. مكان العلامة اشتغل قرزة حشو. وارجع العلامة. تمام? ومن بعدها راح اشتغل تناقص. ايضا على ثلاث مرات. هاي حشو. وراها تناقص. هاي ثاني مرة. وراها ايضا حشو. زاء التناقص. وهي مرة ثالثة. تمام? نوخر العلامة. مكان العلامة اشتغل منزلقة. وارتفع سلسلة مجرد الارتفاع. وايضا اقص الخيط على مسافة جدا قصيرة. وبمساعدة المقاص راح ادخلها الجو والشغل. هاي الخيط. خلاص. ومن هاي بنات تسوون قطعتين. اوكي. من هاي تسوون قطعتين. لكن الكبيرة قطعة واحدة فقط. قياس اللي صغير. باتروننا الثاني. تسوون من هاي اثنين. اوكي. شوفوا. هسا راح نجي نثبتها على جزر مالتنا. بسم الله. راح اه خليت مسدس الصمق على الكهرباء. اول شي راح اخلي شوية على هاي القطعة. بعدها مصايرة حارة. فانتظر عليها شوية تحمل. وارجع لكم. ايه بنات. المسدس صارت حامية. هسا الكبيرة. اول صماء. لا تكاثرون. شوية خلاص على مود. فقط انثبتها ما اريد يطلع من الشغل. تمام? وهاي شوفوا هاي المكان اللي ثبتنا بها الدائرة خلاص. من البداية راح اثبتها. اوكي. وراها اجي على الصغار. كذا شوية اخلي عليه. وراح اخي اثبتها. واحدة هي تي واحدة هي تي. والوسط تكون واقفة. تمام? وهاي ثالثة. ايضا في نفس الحالة. خلاصة فيها. شوفوا هي تي راح اثبتها. ادخلها للوسط. تمام? اثنين هي شي طالعات. واحد بالوسط. وهاي الجزر مالتنا لهاي اليوم الباترون. شوفوا بنات اريد اقول لكم هاي المعلومة. الخيط. الخيط الاول والخيط الثاني هي نفس الخيط. ما بها اي اختلاف. حتى لون الاخضر نفس الخيط. لكن بهاي الجزر الصغيرة اشتغلتها على سنارة رقم اثنين. استيل. وهي الكبيرة اللي هس اشتغلتوا ياكم. على سنارة رقم اثنين. فشوفوا الاختلاف. هاي طلعت شوية ضخمة. وهي طلعت صغيرة. فاذا تحبون تطلع ضخمة اشتغلوها بسنارة رقم اثنين. واذا حبيتوها تطلع هي شي صغيرة. اشتغلوها بسنارة رقم اثنين. اتمنى اعجبكم فقرة تخلص من القيوة الزائدة. احبكم كل الشهوية. لا تنسوا تدعمون هاي الفيديو بلايك واشتراك وكومت جميل. مع السلامة.